ألمانيا لو سمعت هي ليست بلد عادي لا سواء من داخل الاتحاد الأوروبي ولا أيضاً عن المستوى العلاقات الدولية ووضعها غير الوضع العديد من الدول الخبراء الألمان بطبيعة الحال ليسوهم في معزلين عن ما يحدود حولهم في العالم ولكذلك القادة السياسية هنا في ألمانيا وضع ألمانيا العلاقات التي تربط بها في قاعة الامتحان وطلب منها بشكل صريح أن تتخذ موقفاً من قضية السحرة المغربية يعتبر المغرب مقارنة بجميع دول المنطقة الشريك الموتوق به والمستقر سياسياً وأمنياً الجزائر حاولت تقوية علاقتها وخاصة في المرحلة الميركل مع ألمانيا على هذا الأساس أنها تحاول إغاظة المغرب من خلال تعزيز علاقات شهر أسكارية علاقات تجارية علاقات بيع علاقات شيراء تشتبه أن ألمانيا فعلاً وضعت كما كان كله نصب عينيها علاقات التعاون الاقتصادي مع المغرب من ضمن الأولويات الأساسية في العلاقات الاقتصادية الدولية الألمانية الخبرة المغربية في المجال الاستخباراتي أعطت نتائج للضربات استيباقية لدد جماعات إيرابية ودد عمليات إيرابية اللي يوصل الصدد إلى العالم بأسره ألمانيا ليست قوة عالمية قوة اقتصادية إقليمية عالمية نعم مقوة سياسية أو أمنية عسكارية أو لا لا الصين معظم تكنولوجيتها وتقنيتها إذا كانت مصدرها ألماني أو غربي بنتها عبر استغلال لا أقول استغلال وإن استثمار وكانت تنمية ألمانيا لنستاذ الخبرة وإلى آخرين أقول دائماً بدون مجملة وبدون ما كيج العلاقات مع الألمانية يجب أن تكون على الطريق المستقيم بدون مجملة نعم مجملة أستاذ الهدي السلام عليكم مرة أخرى يعني في لقاء جديد ودائما في إطار العلاقة المغربية مع الدول أوروبية أو دول في المنطقة المغربية أو على المستوى العربي اليوم في العلاقة المغرب مع ألمانيا يعني فجأتني الفكر أنني ندير هذا اللقاء هذا مباشرة كنت وصلت معك أستاذ عبالحادي وشكرا جزيلا نسيج بديك للدواء مرة أخرى وأنت المحقق الحقيقة لم أكن سرحت عليك الفكرة مباشرة قدرت لي واحد عنوان وعنوان ثرني أنا شخصيا فجأت لي العلاقات المغربية مع ألمانيا بدون مجاملة يعني هذا الإشارة منك كيف دلالت هذه العنوان أو هذه الكلمة بدون مجاملة وننتحي إليكم سيد طهار وكذلك إلى المشاهدين الكرام عبر القناة إبداع وكذلك إلى الطاقم التقني والفن الذي يعمل معكم في هذه المؤسستكم المبدعة وكذلك الشكر إلى الموصول إلى المهتمين والباحثين الذين يلون اهتماما للعلاقات المغربية سواء في إطار الإقليمي أو الدولي وهذا يدخل بصفة عما في ديبلوماسية المملكة فيما يتعلق بالعلاقات المغربية الألمانية كان جاءتني برحتي الفكرة عليها جاءتني ديال بدون مجاملة وشخصياً هذا المصطلح ديال المجاملة في العلاقات السياسية والديبلوماسية كان معمول به إلى حين وكان ربما هو الذي يشكل الواجهة الأدبية للعلاقات السياسية بين الدول من ديال المغرب طبيعة الحال مع بعض الحالة استثنائية وكي يصب في اتجاه يعني يحفظ الأمن والسلم والاستقرار حتى لو جاز أن نستعمل كلمة لويد في الديبلوماسية إلا أن حينما أنا أنظر إلى العلاقات المغربية ليس فقط الألمانية ولكن مع مجموعة من الدول حينما قرر المغرب أن يضع كما قال جلالة الملك في الخيطة بذيالة تورة الملك والشعب بمناسبة الذكرة سعدستين هذه التورة الماجدة أن الصحراء المغربية أصبحت هي المندار الذي ينظر من المغرب إلى تقييم علاقات الشراكة والتعاون مع كافة الدول وهذا يصب في ما نسميه بمطالبة هذه الدول بمغادرة المنطقة الرمادية للتعبير عن موقفها بطبيعة الحال من القضية الأساسية والأولى الوطنية التي هي الوحدة التوربية كان بالنسبة لنا فيما مع ألمانيا وحل الانتحان كما نقول بأن العلاقات بين البلدان دين دخلت قاعة الانتحان في عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأييد المغربية السحراء في إطار القرار السيادي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية كانت ألمانيا من بين الدول السباقة في الاتحاد الأوروبي التي أبدت اعتراض على القرار الأمريكي وكان هذا بالنسبة للمغرب يعني واحد موقف للا بد وأن يعقب المغرب عليه وأن يتخذ منه قرارا معينا كان ذلك أثناء ميركل أثناء على عرض للمستشار الألماني السابق أنجيلا ميركل كان هناك أيضا خلاف آخر فيما يتعلق نحن نعلم بأن المغرب له ضور بارز وكبير في الساحة الإقليمية من ضمنها المساهمة المشرفة التي قام بها على مستوى معالجة الأزمة في ليبيا كانت المملكة المغربية استضفت في قيم لقاءات لأنني تعرف بإستخيرات وثم لقاءات بوزنقة والتي هي بالمناسبة يعني مؤتمرات صلح ليبيا تشرف عليها الأمم المتحدة والمغرب كيف يقوم بالتنسيق فيها في فترة من الزمن استضفت ألمانيا مؤتمر دولي لمناقشة الوضع في ليبيا واستثنت المغرب من الدعوة إلى من الحضور في هذا اللقاء إذن كانت هناك واحدة المجموعة من المؤخدات على السياسة الخارجية الألمانية توجه المغرب أضف إلى ذلك أن الطرف الآخر يعني خصم المغرب الظاهر الرئيسي اللي هو النظام الجزائري كان بصدد توطيد علاقاته مع ألمانيا على حساب علاقات ألمانيا مع المغرب رغم أن المغرب لا يشترك على بلد ما أي موقف من بلد آخر من أجل ترتيب مصالح أو علاقات تنائية مع ذلك البلد وهنا المغرب قرر أن يتخذ الموقف المعروف والحازم والصاري في سنة 2021 بالدبط عندما قررت جميل العلاقات تعاون مع ألمانيا وأصدر تعليمات إلى جميع الدوائر وجميع المؤسسات الحكومية بوقف الأنشيطة وعدم استدعاء مسؤولين الألمان كنادا بالنسبة لألمانيا أحدث لمفاجأة وصدمة على عهد مستشار ميركل هناك قواعد تعامل بين الدول في إطار العلاقات الإقليبية والدولية الرائنة كان هناك الذي يتعامل معك من منظور التفوق أو من منظور الإملاء بالشروط إلى غير ذلك لكن هذا الوضع تغير بالنسبة للمغرب حينما اختخذ هذا القرار وضع ألمانيا العلاقات التي تربط بها في قاعة الامتحان وطلب منها بشكل صريح أن تتخذ موقفا من قضية السحرة المغربية وألمانيا لو سمعت هي ليست بلد عادي لا سواء من دخل الاتحاد الأوروبي ولا أيضا عن المستوى العلاقات الدولية ووضعها غير الوضع العديد من الدول بما فيها جيرانها في أوروبا مثل ألمانيا مثل فرنسا مثل بريطانيا مثل إسبانيا وسنتحدث عن هذا فكان الموقف حازم وصارح وبالنسبة لألمانيا هي تقيس علاقتها الدبلوماسية مع جميع دول العالم على أساس مصلحة اقتصادية لأن ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية التانية تعيش وضع غير طبيعي ربما لم ينتبه المحللون السياسيون أو المتمون بالعلاقات الإقليمية والدولية لهذا الأمر نحن نتسأل على أن ألمانيا كقوة اقتصادية ودولة محورية ومركزية في الاتحاد الأوروبي ليست لها عضوية في مجلس الأمن ألمانيا ليس من حقها ترتيب علاقات عسكرية مع أي بلد كان إلا في حدود جد ضيقة وتشمل بيع بعض المعدات تنتعى الأسلحة التي لا تؤثر في توزن الحروب كذلك ألمانيا ممنوع عليها صناعة الأسلحة استراتيجية كذلك ألمانيا جميع الأسلحة والابتكارات في ميدان الرفاع أو في ميدان التكنولوجي خاضع للمراقبة بوسائل علاقات جد معقدة مع مؤسسات أمريكية وبريطانية إلى غير ذلك فهذه الأوضاع كلها كتحكم ألمانيا ولا تترك لها منفذاً في العلاقات الخارجية إلا التعامل الدبلوماسي من أجل مصالح وعلاقات اقتصادية نحن نعرف أنها في المغرب وربما هذا ما يجاله الكثيرون أن المغرب في في ظل المرحلة السابقة كانوا تضوح للعلاقات الخاصة مع ألمانيا في إطار شركة التعاون لأنه المغرب هنا بالمناسبة يجب أن نشيد بالدبلوماسية المغربية لأن بنت العلاقات ديالة مع ألمانيا في إطار الممكن والمستحيل وفي الوقت لألمانيا محرومة كما أقول لك من المنافسة الشريفة في الحصول على أسواق في قرارات الإفريقية أو في الآسيا وحتى في أمريكا اللاتينية نحن نعرف بأن معظم هذه الشركات وهذه العلاقات تقوم بها الدبلوماسية والعلاقات السياسية بدور كبير هناك مجالات مقسومة بين دول كبرى في العلاق نستحضر فرنسا في إفريقيا بنفوط قوي فترة من التاريخ كذلك الولايات المتحدة بنفوذها قوي في منطقة الخالي الشرق الأوسط تحدث مع الجانب الاقتصادي أضف إلى ذلك كذلك في شرق آسيا هناك بريطانيا لها تهو حضور يوازمة المناطق التي توجد فيها الولايات المتحدة فألمانيا كان هلوجها إلى السوق العالمي وإلى المناطق يعتمد على الكفاءة والخبرة والتقنية الألمانية على الجودة العمل الألماني كتعطيك واحد المنتوج اللي أقول لك بكل صراحة ما يمكن شك نفس عليه واحد آخر رمز للفخامة رمز للقوة رمز للتقنية رمز للجدية في هذا الإطار المغرب كان نربط علاقات مع ألمانيا على أساس الشركة في مجالات لا تخضعوا للاحتكار من طرف الدول الأخرى مثلا نعمل معها فحل مرحلة في مجال طاقة المتجديدة وحصل على حصلات ألمانيا في المغرب على لا أقول صفاقات في تلك الفترة وإنما على ولوج سوق طاقة المتجديدة والخضراء من خلال التحاون عبر شاركة مع وكالة التنمية الألمانية مع وزارة الجهيز في المغرب مع براميج للتنمية في إطار علاقات مع منظمات المجتمع وأنا سأتحدث لك عن اعتماد ألمانيا على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية فألمانيا في هذه الحالة كانت بحل لا أريد أن نقول أرسل وأرسل معها المغرب واحد القاعدة للتعاون التي لم تفعال إلى المرحلة الاستراتيجية إلى بعد ما حصل ذاك المشكل التي تدتنا عليه والمغرب كما قرر بأن يضع ألمانيا أمام أحد الخيارين إما الاعتراب بمغربية الصحراء ومغادرة المنطقة الرمادية واتخاذ موقف لألمانيا كما شرحت لك في وضعها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية ليس بمصلحة ياتخاذ مواقف سياسية إطلاقا ولكن الموقف الذي اخذته من القرار الأمريكي بالاعتراب بالمغربية الصحراء كان لا أقول بأنه تصرع من طرف ميركل ولكن كان تراه ميركل في إطار مصلحتها الاستراتيجية وجاء في الرد على البيت الأبيض لتاخذ قرار في واحد قضية في نظرها للأمم المتحدة كانت نظر فيها ولكن الهدف الحقيقي ليس عندما كان قضية الصحراء وإنما معارضة الولايات المتحدة معارضة للبيت الأبيض كانت ألمانيا على تلك الفترة على علاقة قوية جدا مع روسيا وفي استثمارات ألمانيا قوية في روسيا وكذلك نحن نتحدث عن مشروع الطاقة العملاق المتمتل في تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأمبوب نورم ستريم وان قيد الخدمة وكان مشروع الثاني نورم ستريم 2 بسدد الإنجاز فهنا كانت ألمانيا على مرحلة من التاريخ من روسيا عبر ألمانيا إلى أوروبا إلى أوروبا نعم وهذا خلق واحد المشكل كبير بالنسبة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات التي أتت بالمستشار الحالي إلى سدة القيادة تخذ مواقف التي ترى الحزب لصالح ألمانيا وهي أن لا تقوم ألمانيا باعتماد مواقف سياسية أو قاررت من هذا القبيل ليست في مصلحة الشعب الألماني ولا في مصلحة الصناعة الألمانية وبالتالي أرجع في الرسالة التاريخية التي بعت بها الاستشار الألماني إلى جلدة الملك أعتقد في شهر ديسمبر 2021 يقر بمغربية الصحراء في إطار دعم مبادرة الحكم الذاتي هذا والتنسيق وبالتالي المغرب عاد الأمور إلى نصابها وبالأكتر من ذلك أطلق واحد مرحلة جديدة من التعاول المغربي الألماني للآن وصلت عدد شركة النشطة في ألمانيا إلى 300 شركة حسب تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى بيرلين وكذلك هناك مشاريع استراتيجية عملاقة تنشط فيها ألمانيا في المغرب في إطار المشروع الاستراتيجي الكبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأنها رائدة في هذا المجال والمغرب عنده إمكانية هائلة في هذا الموضوع ورغبة في تطوير هذه الطاقة وكذلك أقول لك بأن الألمانيا الآن وجدت في إطار الموقف ديالها واحد المتنفس لتوسيع أنشطتها الاقتصادية في المغرب عطفا على الأنشطة التقليدية التي كانت تقوم بها ولو سمحت هناك نقطة أخرى يجب أن أشير إليها بأن ألمانيا الآن في إطار الاتحاد الأوروبي تعيش واحد الوضع المختلف عما هو كان عليه الأمر قبل الحرب الروسية الأوكرانية بل جميع دول أوروبية الآن دخل دول الاتحاد الأوروبي في صباق محموم فيما بينها من أجل إعادة ترتيب أوراقها والبحث عن تحالفات جديدة وأسواق جديدة ومتبع تحالف المغرب واعي تمام الوعي بالوضع الأوروبي وهو في كما نقول في المنطقة المريحة للتفاوض ولإطلاق هذه المشاريع بحكم الاستراتيجية التي رسمها لتحالفات جديدة سياسة خارجية سياسة خارجية سياسة خارجية سياسة خارجية المنطقة المنطقة التي تعمل الآن في العلاقة مع الجوار ومع الفتاح إلى الجنوب هو منطقة رابح رابح فإلى أي حد هذه الاستراتيجية منطقة رابح رابح ممكن للمغرب أنه يرسم إذا أريد أن تقول الملامح والطريق ويفرضها فردا إذا أريد أن تقول بأحد طريقة أو أخرى على الاتحاد الأوروبي لأن النظر إلى إفريقيا لا يكون بهذا الشكل الدني إذا أريد أن تتعامل بها خصوصا 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 مع الأسف فرنسا التي كانت أسبق لها أنها استعمرت أغلب المنطقة دعني أقول لك في البداية بأنه لنبقى في إطار العلاقات المغربية الألمانية نعم لأن هذا الموضوع يطرح ربما بالنسبة للمشاهد والمتتبعين على ما هو الجديد في العلاقات المغربية لألمانية يعني ما الذي حصل بعد الاعتراف الألماني بمغربية الصحرح إلى أين تتجه العلاقات المغربية الألمانية وكما أشرت لك قبل القليل بأن الوضع في أوروبا لم يعد كما كان وسأربط هذا الموضوع بالسؤال لكم وبالملاحظة التي تقدمت بها حول مدى تغيير نوع الأسلوب ونوع الاستراتيجية بالنسبة للأوروبيين في التعامل مع الدول الإفريقية من ضمنها المغرب هذا يحيلنا على أن ألمانيا كما قلت لك قبل قليل بعد الحرب الروسية في أوكرانيا يعني فهمت ربما أكثر من فرنسا وأكثر من دول أخرى في أوروبا بأن مصيرها في المستقبل يعتمد على القرارات التي تتخذها إذا لاحظنا بأن ألمانيا كانت هي الحلقة الضعيفة سياسيا في الاتحاد الأوروبي ودنياة الحرب العالمية التانية إلى اليوم ما عنداش مقاعد في مجلس الأمن بالنسبة للدول اللي معها فاعلة في الاتحاد الأوروبي فرنسا التي تحددت معناها كذلك بريطانيا كذلك إسبانيا عند مستعمارات سابقة عند أسواق عند علاقة احتكارية بينما ألمانيا كما قلت لك لا تعتمد في فتح الأسواق الخارجية إلا على الكفاءة التقنية والجدية ومن وناجهة المسألة بدون مجملة إن المغرب يعامل المثل بالمثل ففي القرار الذي اتخذته ألمانيا في الفترة ميركل كانت ترى بأن مستقبل ألمانيا في إطار اتحاد أوروبي قوي وكانت درجة التنسيق بينها وبين فرنسا رغم الخلافات ورغم العديد من الأمور يعني اللي كان قوله هي مشاكل صامتة بين البلدين كانت تراهن على تقوية علاقتها مع روسيا يجب أن نذكر في هذا الباب الزيارة التاريخية التي قامت بها ميركل إلى واشنطن ولقاءها مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي رفضها أن يصافحها أمام الكاميرات وأمام الصحافة وأمام الملأة وكان السبب هو أنه حينما دخل دونالد ترمب في حوار مع ميركل كانت رح عليها سؤال الغاز الذي تتغذى به الصناعة الألمانية وتقوم بتسويق عبر أوروبا كم هي نسبته من الغاز المستورد من روسيا كان جوابا أنه في تلك الفترة حوالي 40% قالها بعد تشغيل أنبوب سيل الشمالي الثاني كم سيصبح الأمر قلت له يا فوق الخمسين قد يصل إلى 60% و70% فقال لا ترمب عليك أن ترفع الرأي البيضاء إلى روسيا يعني كان بالنسبة لهذا من منظوره هو أنه إذا اعتمدت ألمانيا وأوروبا على الطاقة مصادر الطاقة الروسية فهي رأينا بيد روسيا روسيا على أي حال من حقا أن ترسم استراتيجيتها عبر أوروبا وعبر العالم ومصلاحها اقتصادية سياسية عسكرية إلى غير ذلك فالكلام لم يعجب ميركل من طرف دونالد ترومب لأن دونالد ترومب هو غير راضي تماما على العلاقات الأوروبية الأمريكية في شكلها الحالي وفي شكل الذي كانت عليه واليوم وقرأت في أحد التقارير الصادرة عن أحد خبراء في مراكز الدراسات السياسية في أمريكا أن عودة ترومب يمكن أن تعيد أوروبا إلى عصر الفلضة سيتركها وأنه ربما احتمال انسحاب من الناتو وأنه حينما يقول ترومب بأنني سأتصل ببوتين وأني الحرب في يوم واحد فالكاة العالم يتسأل عنه هذا القرار الذي يمكن أن يتخذ ترومب أنا متأكد بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات استراتيجية أخرى عبر العالم يمكن أن تصبح أوروبا بالنسبة لها في درجات تانية وليست بالأولوية التي كانت عليها وهنا بالنسبة لألمانيا وعودة إلى هذا البلد الخبراء لألمان بطبيعة الحال ليسوا في معزلين عن ما يحدث حولهم في العالم ولكذلك القادة السياسية في ألمانيا وبالتالي هم مجبرون على اتخاذ قرارات ومواقف التي يعني تسمو إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الإقليمية والسياسية والدولية في الفترة الحالية وهنا أجيبك على الدور الذي يمكن أن تقوم به ألمانيا على صعيد العلاقات مع المغرب أو مع الدول الإفريقية أخرى لأن إفريقية هي الكعكا التي المطالب بها سواء من قبل روسيا ومن طالب الصين أو من قبل ألمانيا ومن فرنسا أو من فرنسا هي بصدد فقدان حضائقها الخلفية في إفريقيا كل دولة الآن في إفريقيا تجرى فيها انتخابات أو تجرى فيها انقلاب كتجي بقرارات مناهضة لعلاقات الفرنسية هناك كما قلت مشاكل صامتة بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا رئيس الوزراء الإيطالية السابقة والمناسبة هي من اليمين انتقدت بشدة لموقف الفرنسي من العلاقات مع الأفريقى وبالتالي كانت قالت للرئيس ماكرون كيف أننا نستقبل المهاجرين الأفريقى الذين يأتون في قوارب الموت على شواطق هناك وفرنسا في مأمن إلى حد ما من هذه الآفة بالنسبة إليهم مقارنة بإسبانيا وإيطاليا في الوقت الذي كتهم فيه هو هذا واقع الحال فرنسا بيستنزاف تروات هذه بلدان في إفريقيا فألمانيا إذا لم تدخل حتى الآن في سجال مع فرنسا في هذا الموضوع فهي لا تتحدث سياسيا وإنما تتحدث عمليا تبحث عن شركات تطور علاقات وتحاول في إطار هذه المنظومة السياسة الخارجية الألمانية أن تقيمها على أساس منطق رابح ربيح وتتفاذى الأخطاء الفاحشة التي ارتكبتها السياسة الفرنسية في القرى الإفريقية أو غيرها من الدول الاستعمارية السابقة إذن في الإطار كيف تشوف سيد المغرب وألمانيا يعني شركان استراتيجيا أو كيف تشوف ألمانيا أنها تحسب المغرب كالشركة استراتيجية المستوى الاقتصادي والمغرب كيف تنظر لها على مستوى ما هو سياسي عفوا نسمحني إذا قلت لك بأن المغرب لا يطلب علاقات سياسية في المرحلة الحالية مع أي بلد كان إلا في إطار المنظومة التقافية والفكرية وما يؤمن به في علاقته مع الدول الأجنبية وكيوضع قضية أساسية التي هي قضية الوحدة التربية هذه القضية هي قضية مفبركة ومفتعلة ونحن العالم كل عرف الآن بأن من فتعل هذه القضية ويقف خلفها من بعد ما سقطت كل الأقنعة سواء في المجلس الأمن أو في الاتحاد الأوروبي أو كذا دول أصدقاء الصحراء على رأسهم إسبانيا التي هي أحد البلد المسؤولة فعليا عن احتلال الصحراء سابقا وإلى غير ذلك هي خدت موقف الذي خدته ألمانيا من بعد وإن جاء موقفها متأخرا عن الموقف الألماني بقت فرنسا وفرنسا دائما كانت تنهج مع المغرب سياسة الباب نصف مفتوح ونصف المغلق واخدت واحد الموقف داخل مجلس الأمن بأنها تقول تدعم الحكم الداتي لكن المغرب ليس على عجلة من أمره كالفرنسا وفرنسا لأن كدما مر الوقت عن إصدار الاعتراف الصريح بمغربية السحراء فالفرص تضيع من بين أيديها والمياه تجري تحت الجسر هناك تقدم الآن لشركات المغربية الإسبانية وإسبانية الآنية على رأس القائمة هناك تقدم كذلك للشركات المغربية الألمانية هناك تقدم للشركات المغربية البريطانية وغد ينفذ الاتجاه والسر نجاح المغرب في هذا الأمر وأنه سياسيا لا يطلب من دول مواقف معينة تقيدها أو تلزمها بينما في المسائل الاقتصادية والتعاون في الأمني الاستراتيجي المغرب يوجدون شريك موتق به قبل فترة كانت تقرير صدر على مؤخرا في ألمانيا وتقرب سبحان الله منافين تماما للتقارير التي كانت تصدر على هذا المستشار الألماني ميركل يعتبر المغرب مقارنة بجميع دول المنطقة الشريك الموتوق به والمستقر سياسيا وأمنيا والاستثمارات إلى ماذا تحتاج الاستثمارات تحتاج إلى استقرار سياسي وأمني وإلى شريك موتوق به عنده مدونة للاستثمارات عنده قوانين تعرف عليها عنده ترسانة من القوانين التي تحمي المغرب ماضي في تطوير هذه الأمور كلها على علاة بعض الحالات التي نعرف في مجال الاستثمار وكانت هناك يعني جميع خطب جلالة الملك ويدعو إلى ما يسمى بالاستثمار المنتج الذي تحدث عليه في إطار اتفاقية شركات رابح رابيح نتحدث عنه كذلك في مجال تطوير مختلف المجالة التي المغرب محتاج إليها والحمد لله بدأنا نلاحظ النتائج سرعة الإنجازات هي دائما تقص بالظروف ربما حرب الأوكرانية عطلت نوعا ما هذه الأمور لأزمة كورونا في العالم تهي كذلك ولكن ربما دارة نفعة المغرب دائما لا يتوجه في شي مشكل حسب رأيه يوجد الحلول البديلة ويبحث عليها تظروف الصعبة يتفرض عليه نوعا ما يطور أساليب العلاقات الخارجية من الجانب الألماني فيما يخص المغرب بفعلا ألمانيا تسعى وهذا من خلال بعض القلاع على بعض الوسائل الإعلام الألمانية وبعض التقارير تشتبه أن ألمانيا فعلا وضعت كما كان نصب عينيا علاقات التعاون الاقتصادي مع المغرب من ضمن الأولويات الأساسية في العلاقات الاقتصادية الدولية الألمانية نظرا أولا كما قلت لك الاستقرار الأمني والسياسي اللي يعرف المغرب والمستقي اللي يتم بتعبها تانيا للبنية التحتية التي توفر عليها وكذلك على الأبجديات تطوير صناعات في بلدي يعني عنده خاصة كثير اللي مهمة ومتيرة مثلا في مجال صناعة السيارات كنت من خلال على قتيب واحد مسؤول في شركة الفولزفاغن هو بالمناسبة ألماني وكنت طرحت عليه سؤال حول مشروع الإنشاء وحدة صناعية لسيارة الفولزفاغن في الجزائر وكان هذا المشروع قيد لإنجاز فعاد الرئيس بوتفليقة فجأني بالنتائج اللي قال قال إحنا تلقينا طلبا مننا من الجزائر بإنجاز واحد المصنع لصناع سيارة الفولزفاغن على غرار النموذج اللي عملت رونو في المغريب رونو نيسان في المغريب وقمنا بجولة في الجزائر للطلاع على اللي كان قول الإمكانيات التقنية والاقتصادية والروجيستيكية التي تؤهل القيام بهذا المشروع فبعد التقرير اللي جان اكتشفنا بين الجزائر عاجزة عن ما عنداش يد كافئة عملا ما عنداش مدالي استكوين في المتخصصة حيث حينما أقول لك مثلا المغريب عمل على هذا ركدار مدالي استكوين مهمين ركدار جميعات ركد خدم على هذا النشاط فواذا لا يحتاج فقط غير ليد العاملة واحد سلسلة متداخلة من العناصر في إنجاح المشروع الصناعي ركدار ما شيء سهل فيها قوانين فيها بنية التحتية فيها لوجيستيك فيها مواصلات فيها الطاقة فيها قوانين استثمار إلى غير ذلك هذه الأمور كثيرة ومعتاقة ذا نوعا الموقع طلب بجهود حقيقي من أي بلد فالتقرار اللي جاء من الفريق اللي نزل للجزائر قالوا يستحيل إنجاز المشروع في الجزائر ووجهوا الجزائريين بتلك الحقيقة فكان قرار النظام الجزائري اللي ومصمم على إنجاز مشروع من هذا القابل بأي تمانين كان قالوا لدينا خيار باء وهو نعمل لكم مصنع لتركيب السيارة بولزفاغن وسأشرح لك قصة هذا المشروع فبعد ما تفكم عام على التصنيع الألمان انفجؤهم بأحد النتيجة كما قلت لك الألمان تحترم التقنية وتحترم الجودة ومعاييرها إلى غير قالوا لدينا رسلنا لكم لكي نعمل لكم سيارات لكي ندير لكم تركيب سيارات ستقام بتكلفة أغلى من نبيع لك سيارة لأن أنحة صناعة السيارة الآن في المصنع في فولزباغن في ألمانيا لم تعد بطريقة التي تعمل بها ألمانيا سابقا أنها وحدات التي انتج كلها من شركة فولزباغن قطع تأتي منها مختلفة من العالم وتتركب تقنيات السيارات فقط لهم تأتي وكلفنا لهم وقاموا هنا بالقطاع الغيار الذي سيركبون في الصناديق هناك نقل الشحن في الفراغ وهو سيارة كانت مكلفة ومع ذلك أقدموا عليها وأقدموا على هذا المشروع وأنجزوه لتركيب سيارات وأقول بمناسبة لحراك الشعب الجزائري وسقوط بوتفليقة ومجيد تبون في المرحلة الأولى أننا نعيش في مرحلتين مرحلة القيد صالح أو قصيرة جداً ثم مرحلة الجنرال الشنقريحة في عهد الجنرال القيد صالح رئيس الأركان القيد صالح كان قلف خطاب وحد الكلمة التي ربما المغرب الآن يستعمل ومعرف أن كل مواش يكون عندي وزين ونفخ الروايد ونتسمى أنا كنصنع السيارات رقلها على المشروع البرزفاجل اللي أغلقها واللي كان يشرف عليها بالمناسبة بشكل رئيسي هو سعيد بوتفليقة ودخلها السيجن ونتو تمام بالتباح هذه أمور جزائرية لتعنينا غير إنما جبت لك المثال على أن ألمانيا حينما قررت التعامل مع المغرب في هذا الإطار ووجدت في المغرب كافة المؤهلات التي يمكن أن تنطلق منها لتوسيع شركاته بل وجدت في المغرب مشاريع اللي ربما لم تكنت في حسبانيا كالدخيلة بعثما تم مشروع لدروجين الأخضار مشروع مشاريع الطاقة الشمسية متجديدة هناك كذلك التفكير في إنشاء وحدات لصناعات كيمائية إلى غير ذلك وانطلاقا من ذلك أن المغرب لم يهيئ نفسه فقط من أجل استقبال هذه الاستثمارات بل صنع منصة لإطلاقها وتوسيعها عبر القارة الإفريقية من خلال مشاريع كبرى يدعو جميع الدول اللي كتبغي الجيدة والتعامل أن تلخريط فيها مثلا مشروع المبادرة الإفريقية الأطلسية إلى غير ذلك إنه لا يوجد بعيداً في العلاقات الألمانية الجزائرية مؤخراً سمعت على أساس أن هناك مصنع لأسلحة في الجزائر أترى معي أن هذا لا يضايق المغرب بالمقارنة ولو أنه ذنياً أنك تقول أن المغرب كما كان الحال يحسن بالعلاقات لأنه لا يبقى في المنطقة الرومية ولكن كيف ترى هذه المسألة التي تعتبر ألمانيا أو عندها صناع الأسلحة في الجزائر؟ بكل صراحة وبكل وضوح نحن مني كتسمع الجزائر الرطت علاقة مع دولة معينة وستطيع معها صفقة اقتصادية وتجارية أو إلى غير ذلك أعرف بأنها تعمل ما في وسعها من أجل حشرين ملف صحراء المغربية فيه وهذا النزاع المفتعل حدث ذلك على مستوى إيطاليا ونرى كل هذا بالدليل دائماً في البيانات المشتركة ورئيس مع رئيس عن الضيف وهو في لقاء تنائي وكان من إيطاليا أو من ما حاول يدبج حلول على استفاع عن الصحراء والسهداء والصحراء الغربية و و و و و و و و من وعندوق وأنني أخذت هذه الأشياء لفضاعات في الأمر حتى لو صدمت على المستوى وكالة الأنباء الجزائري وبينما أنني أدبع الطرف الآخر أنني كنت أخذر بأطلقة من هذا الموضوع من ذلك أقول لك بأن الجزائر حاولت تقوية علاقته خاصة في المرحلة الميركل مع ألمانيا على هذا الأساس أنها تحاول إغاظة المغرب من خلال تعزيز علاقة شهر أسكرية علاقة تجارية علاقة بيع علاقة شيراء لا يجب أن ننسى بأنه أولاً هذا المشروع كانت توضع الأساس ديالو تم الاتفاق عليه في 2014 على عهد المستشارة الميركل قبل ما جاء هذا المستشار الحالي الذي يغيير الكثير من معالم السياسة الخارجية الألمانية وألمانيا في كل أحوالك تعيش في ظروف كما قلت لك على غير الضوال أوروبية إكراه صعبة إضافة إلى ذلك أن ألمانيا استثمرت في هذا المشروع لم يكن بإمكانها أن تقفز خارج الماء ومسموح لها في إطار التعاون العسكري الذي شرقت لك في البداية ماذا تصنيع مدرعات أو عربات أو إذن منوع لها أن تصل إلى مستوى التعاون العسكري الستراتيجي نعطيك مثال سنتبع أسلحة استراتيجية يفتكى إلى الجزائر ولا علاقة قوية مع المغرب وبالتالي هي تقيم مشاريع في المدن الصحراوية المغربية يعني بكل حرية إذن لا يجب أن نسجينا أنفسنا في هذه المقارنة ونعتبر بأن هذا حجر عطراف العلاقات المغربية الألمانية كيف تقرأ هذه الزيارة المزيد الخارجي المغربي السيد بوريتا وسيد الحموشي يعني السيد الأمن للقراءة أخبركم لهذه الزيارة الأخيرة التي كانت لألمانيا وبالنسبة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين في الخارج لألمانيا كانت لي الزيارة الأولى كانت عدة زيارات وكذلك استقبال المغرب الكثير من الديبلوماسيين ومن المسؤولين الألمان وهذا كيدخل في إطار التعريف بالزخم الذي تعريبه العلاقات التنائية بين البلدين على جميع المستويات مدم أن المشكلة الأساسية تم التسويته وأن ألمانيا اخذت الموقف الذي اخذته إسبانيا على نفس الدرجة وعلى نفس المستوى فالأمور بالنسبة للمغرب لم يعود هناك ما يعيق تطوير العلاقة مع ألمانيا في المجال التجاري في المجال الاقتصادي وفي المجال الصناعي في المجال الزراعي وكذلك حتى في المجال الأمني والرياضي ومن هنا أن تقل إليك إلى الزيارة التي قام بها مدير الأمل الوطني ومراقبة الترب الوطني السي في القف الحموشي إلى ألمانيا ما كانت زيارة العملية ما هي طلقة الرصاص الأولى بل العملية كانت نتيجة لتعاون أمني استخباراتي ألمانيا مغربي على أعلى مستوى والمغرب سبقاً اقتنى تقنية ألمانيا ردارات معدات فكي يعرف هذا الباب كيف يتصرف ومع من يتصرف لأنه مجال الأمني ومجال حساس جداً وألمانيا ليست هي الزبن الوحيد أو الشرك الوحيد إن أردنا المغرب في هذا المجال علاقة المغرب الأمنية هي متشعبة ومرتبطة بدول كثيرة في العالم ولو نتائج العملية لها واضحة للجميع الجواب ديلك كان يعني دقيق سعب الحدي من ناحية ديلك إذا تكلمنا عن الجانب الأمني اليوم كتعرف أنه المغرب إن شاء الله مقدم على تنظيم كأس العالم فهذا الجانب بالضبط يجب أي حد ممكن يكون نوع من تعاول استخباراتي إذا تكون ما بين المغرب وألمانيا في هذا الإطار إلى أي حد كانت تجارب ديال الألمانيا وبالتالي ممكن تكون تعاول في هذا المسؤول كما أذكر كان هذا الموضوع يطرح على عدة مستويات خاصة بعد المقام ألمانيا في زيارة الملاعيب الرياضية وطلع على تقنيات وراجب أنه المغرب ذهب إلى ألمانيا لاستيراد يعني خبرة ألمانيا وإلى غداليك تساعده في تنظيم كأس العالم وهي في الأمر الأمر يتعلق بمحاربة الشغب في الملاعيب والدائرة معروفة إلا في المغرب ولا في العالم كامل إلى غدالي ألمانيا نوعا ما كما كان قل دائما ألمانيا سيدة التقنيات نعم معروفة لا في الطب ولا في كذا في ألمانيا الطب يعتمد على الآلة أكثر من ما يعتمد على الطبيب وبنسبة للمغرب أقول لك بأنه يعتمد على الطبيب أكثر من الآلة الخبرة المغربية في المجال الاستخباراتي أعطت نتائج للضربات الاستباقية لدد جماعات إرابية ودد عملية إرابية اللي وصل الصدد إلى العالم بأسره وكانت هناك تدخلات مغربية في ألمانيا من أجل وقف وقف من أجل منع وقوع عملية إرابية كذلك كانت في فرنسا كانت في إسبانيا بل كانت تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية فيجب أن تنظر معي هنا إلى حجم هذه الدراع الأمنية الطويلة للمغرب التوفر على المعلومات واستعمالها وكذلك إمداد الدول الصديقة بها لتفادي كوارد كانت تحدود سواء في ألمانيا وفي إسبانيا وغيرها وهذا مشير بما المغرب لك يقوله أنا لم أسمع المغرب به يقوله إنما صحافة هذه الدول وسائل إعلامها ومصادرها الأمنية هي لك تمرمرة تقوم بذكر أقول شدارات مما يحدود لأننا كما نعرف لأن التعاون الأمني دائما ومحاطب السرية ومحاطب ممكن اعتبار ممكن اعتبار ألمانيا قوة يعني يضرب لها ألف حساب يعني قوة عالمية ممكن اعتبارها كذلك ألمانيا ليست قوة عالمية قوة اقتصادية إقليمية عالمية نعم مما قوة سياسية أو أمانية عسكريين أو لا إن كيف ما قلت لك في المراحل السابقة كان غير مسموح لألمانيا بأن تتجاوز خطوط حمراء في علاقتها وقراراتها الخارجية يجب أن تنتبي معي كانت كلها مرتبطة وراهينة بقرارات الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي مرهونة بالقرارات التي يتخذ ها مجلس الأمن معمر ألمانيا أصدارت رأي سياسي أو موقف سياسي في أي نزاع من النزاعات عبر العالم الذي يخالف توجه الذي يمشى فيه مجلس أو الأمم المتحدة هذا معروف في التقافة السياسة الخارجية الألمانية كذلك ممنوع على ألمانيا يعني إنتاج أسلحة استراتيجية أو بيع أسلحة استراتيجية أو شراء أسلحة استراتيجية الآن بعد الحرب كما ذكرت لك الروسية الأوكرانية تبين بالنسبة للألمان ثلاث نقطة أساسية في جهاز الدفاع بأنهم لا يتوفرون على قدرة للدفاع عن بلدهم بدون الولايات المتحدة الأمريكية وهناك قواعد عسكرية أمريكية من دون حرب العالمية الثانية إلى اليوم في ألمانيا هناك أسلحة استراتيجية أمريكية في ألمانيا هناك كذلك النقطة الثانية وهي أن ألمانيا أسلحة اللجومية التي كانت معروفة بالدبابات الشهيرة المتطورة النمر عندما أدخلت إلى الحرب في أوكرانيا تحولت إلى كومة خردة بسبب الأسلحة لدى الصواريخ التي تضرب الطائرات المسيرة التي تستعملت حديثا كذلك على مستوى آخر فيما يتعلق بالأسلحة اللجومية هي محرومة منها فحسب علمي بأن البرلمان الألماني تاخذ واحد القرار وهذا لم يكن يمكن أن تخذ دون الدوار الأخضر من الولايات المتحدة في إطار ناطق بتخصيص ميزانية ضخمة من مليارات الدولار الأرواد من أجل بناء ترسنة حربية جديدة تليق بألمانيا للدفاع عن نفسها في ظل ما يحدث في أوروبا فهنا أقول لك جوابا على سؤال هل ألمانيا قوة عالمية هي الآن تسعى بأن تكون قوة عالمية وإنما قوة إقليمية لأن المتنافسين الكبار الآن على المسرح الدولي الصين روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا دائما الدور ديلا يبقى خلف الدور الأمريكي وبيحضر واحتراس شديدين فيما أرى أن فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى بما فيها إيطاليا كذلك رغم أن إيطاليا لها مواقف سياسية ولا قرارات أفضل من ألمانيا على الصعيد الإقليمي سعى هذه كيف تشوف الدور منظمات الدولية أو منظمات الألمانية الموجودة هنا في المغرب بحال هنسل زيدل مثلا الوكالات الوكالات التي أخذت هنا إيجاد من المناخ ملائم أشكرك على هذا السؤال لأنه أولا أعطني فرصة لكي نتحدث على وكالة التنمية الألمانية التي تشتغل في المغرب وهذا ربما ما كنت عرفه لأنه لو لم أحتك بأحد النشطاء الألمان العاملين في هذه الوكالة وصراحة بكل صدق فوجئت حينما علمت ماذا أهمية هذه الوكالة بالنسبة لألمانيا في إيجاد استثمارات خارج ألمانيا وليس فقط في المغرب وخلال حديثي مع هذا المسؤول في هذه الوكالة هذا النشط أطلعني على أولا الطريقة التي تتعامل بها ألمانيا في إطار هذه الوكالة مع فرص توفير استثمارات خارج ألمانيا في مختلف المجالات فقلي كما تعلمون أنه في ألمانيا ليس عندنا هناك نظام لأداء العطلين عن العمل كما هو معمول به في فرنسا في فرنسا كان عارف أنه لا يخدم أنه في ألمانيا يقل لما عندنا نشهد هذا النظام وعوض ما هو بنظام آخر وهو أنك حينما تكون في ألمانيا مهندي استقنية طبيب أي صنف خابير تنمية فيما كان أسلوبك ومعاملتك تكون تشتغل في اليوم الأول من من خروجك من العمل يعني من العطلة تسجل في القائمة التي يسمي وهما البيانات للكفاءات غير المشغلة يعني الألمانية من أجل إيجاد فرص عمل لهؤلاء الأشخاص فكيف يحل طريقة تتم بشكل آتي أن الوكالة مثلا حصلت على مهندس من عمره كذا يشتغل متخصص في كذا وكذا رهن الخدمة وكالة تنمية الألمانية من خلال فروعها الموجودة عبر العالم بما فيها في المغرب كتوصل بهذا الإشعار ومن خلال علاقتها داخل المغرب وانظر معي أن هذه الوكالات بالنسبة بالحكم المغرب وما يتعاون مع ثلاثة الفئات إما تتعامل مع القطاع العام الحكومي إما تتعامل مع المجتمع المدني إما تتعامل مع القطاع الخاص مثلا مهندس في ميكانيك أو مصنع في ميكانيك أو مصنع مهندس يتعامل وكالة التنمية الألمانية يتعامل وكالة فكتجيب له أو أنه من خلال تنسيق العمل الحكومي الحكومة تكون محتاجة لتقنيين وإلى خبراء وبالتالي تتلقى في الوكالة التنمية الألمانية مصدر المعلومة ومصدر الشخص المناسب لها لكي تغطير قطاعات أو فئات حسب صراحة المسؤول قلي بأن نشتغل في المغرب ليس مع القطاع الخاص وليس مع العمل الحكومي المباشر هذا إلا إذا كان في إطار اتفاقية استراتيجية وتعاون إلى غير ذلك كما شرطت لك في البداية مع وزارة ولكن مع المجتمع المدني طريقة التعامل مع المجتمع المدني أنهم يمكن من أجل أن تكون للجمعية مصدقية ليس جمعية إلا مصدقية ردينا بالنسبة لوكالتنا يجب أولا أن تكون خبرة في العمل الميداني وأن تكون قامت بمشارع حقيقية وأن تكون مضت سنتين أو خمس سنوات أو ما أعتقد وحد المدد العمل تكون فاعلة حقيقية وليس جمعية وهم لا يتعاملون مع الحققية ولا النسائية وإنهم يتعاملون مع مجالات المجتمعية المشتغلة في المجال تنمى ويفضعها في المياه وفي الحافرة وفي المدد المبدأ المعمل المشاريع الحقيقية التي تتوظف تكنولوجيا الألمانية وخبرة الألمانية فقال لك ما يطلبون منك الجمعية في المغرب ولو توفروا لهذا الرجل الخبير الذي سيأتي فقط أمرين ستعطيه الإقامة وكما كان يقولون المصروف اليومي شيء بسيط وهو من يأتي يعمل هنا الدولة الألمانية سيتكلف له على أساس أنه انتقل إلى مرحلة أخرى لتمثيل الخبرة الألمانية المعدات الألمانية مثلا إذا اعمل المشروع الطاقة الشمسية في قرية نائية معينة كحط واحد لهم بذلك الطريقة كانت ألمانيا تبحث على الاستثمارات في الخارج ألمانيا ولكن المفاجأة الكبيرة اللي اخبرني بها قال لي هل تعرف من هي الدولة الأولى في العالم التي تتعامل معنا من خلال قطع الحكومي الرسمي قلت له ما كان ش عندي فكرة قال لي الصين أجيب فالصين معظم تكنولوجيتها وتقنيتها إذا كانت مصدرها ألماني أو غربي منتها عبر استغلال واستثمار وكالت بشري الألمانيا لنستد الخبرة وإلى آخر سيفجأون الألمان منك يشوفوا سيارة صينية مواكبة قرب المرسيدس أو هذه الأمور كثيرة في المحافظة بذلك أقول لك بأن ألمانيا لا هذه الطريقة في التعامل أتمنى صديقا أن يكون في المغرب كذلك إحساس حقيقي لا أقول عندي حكومة المغربية وإنما عند المجتمع المدني المغربي الناشط الحقيقي في مجال التنمية وكذلك عن رجال القطع الخاص يتحر من ذلك التبعية لشركة معينة محددة بالذات ويحاول يولجوا مجال التعاون مع هذه الوكالة سيستفيدون كثيرا لأن في كل صراحة وفي كل صدق الخبرة والتقنية والألمانيتين معروفتين بالجودة وبالكفاء وبالمصداقية ولذلك أقول دائما بدون مجملة وبدون مكياج العلاقة مع الألمان يجب أن تكون على الطريق المستقيم بدون مجملة نعم آخر سؤال أخي 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 أي دور أي دور كنتشفه للإعلان في تقريب وجهة نظر في وضع يعني الخطط والاستراتيجيات التي تريد أن تكون خصوصا فالجوانب لديها علاقة بالاقتصاد وعندها علاقة بالأمن وعندها علاقة بتحقيق السلم وعندها علاقة يعني برقي المستوى أفضل وأفضل يعني لكي تضحض إذا أريد أن تقول الأفكار سيئة وإنما هذه الاستشرافات التي مع الأسف نحن أرى كيف يستشرف المستقبل دائما يتنبأ بالحروب ويتنبأ بكذا فضل واحد واقع لليوم نحن نحتاج الإعلام أو مثقفين أو مثقرين أو باحثين بحركوا بسدار هذه على أساس أننا ننظر الواحد المستقبل الأفضل وننظر العيش في سلام الأفضل بالنسبة لك بما أن نحن مغربة نتميو إلى هذه الأرض ولسكان هذه الأرض وأشوف أتجابك من مثل شعبي ألماني مثل شعبي ألماني مثل شعبي ألماني يقول أن يجبد الكثير يجبد الأول في البغرب نقول أن يجبد لك نعص الكثير و الأول سوف نعص و إذا نعص كثير سوف تكون الأول نعم فعلم المساج من أجل الآن نقول هؤلالك لا على المستوى الأسري لأفراد في الأسر نعم بصراحة تتعيش في سلام وفي أمن قبل أن تنتقل الدولة والموحيط الإقليمي والعالم والكوكب نعم هذا من الأسرة إذا تتعيش في سلام عمل يجب أن تعمل وإذا كان هذا العمل يحتاج من دعاية إعلامية أو بروباغاندا كما نقول لتوسيع مجال هذه الفكرة وهذه الفلسفة باش نستفيق وتخدام وده أنا أوصي الإعلاميين ماشي أوصي الإعلام لا يحتاج إلى وصاية وإنما يعني أدو نداء أو دعوة من هذا القبيل بأن إعلامي توجه عوض ما يبقى ينشط في المجال السياسوية وينأسير لا أقول سياسي وإنما السياسوية ويتسفيت الحسابات والضرب يبحث عن كفاءات ذات خبرة في المجال التنمية يكون إعلامي عنده خبرة في التنمية إعلامي عنده خبرة في صناعة السيارات علمية أنا معنا الصحفة علمية أو صحفة طبية مختصة ما كيناش عندنا صحف يمكن يتكلم في الرياضة ويكتب مقال خور على مدارف طيب أو لشي حاجة لا نحن محتاجين لإعلامي المتخصص حتى في مجال الرياضة المغرب سيستقبل كأس العالم في 2030 خاص يكون عندنا نموذج إعلامي ليصدر ثقافة المغرب صحيحة ليعكس وجود التنمية اللي عرفها المغرب المغرب اليوم ماشي هو مغرب الأمس وذال بالعين اللي كان قوله بالملموس وبالمشهود في الصبح أنا في الطريقة للعمل تقطعت مع التراموي في الدر البيضاء وبكل صدق أقول لك تارنتي بيل سائق فإذا به فتاة جميلة صغيرة في السن يعني لا يمكن أن يترك أمرها ومرت أمامي وبدأ المشهد الخافي وأنتم في الصناعة التائقية المشهد الثاني وهو العربات ترامت أمامك وكتشوف الناس اللي في داخلها وجوه نظيفة لبس أنيق جلوس محترم هذه وسيلة نقل عمولي في المغرب مثلا في أكبر العاصمة الاقتصادية فاتبادرت بالصورة نقلتني مباشرة إلى صدر التسعينيات مثلا كيف كان الطبيس في الدار البيضاء وفي عائريا من الميدو الأخرى فاكتشفت في علم بين المغرب تغير أو جزء على الأقل من المغرب تغير فهنا أنا أدعو لأن يكون لنا واحد الإعلام مسؤول لإبرز هذه القوة ويرتقي بالمبادرات الإجتماعية ولا التقافية ولا الدينية ولا نحن عنا طرات عنا تقافة عنا حضارة عنا نحن ماشي رهيني نبقى في ذلك القوقع على الإعلام اللي كي ينشط فبين قوسين في أحد ما جال يسميه حادثي ولا يعرف من معنى الحادثة نعم أو يجتهد في أحد المجال دي التطور وما زال عنده أن الخلفية المتطورة هي البرج الحديدي اللي دئيف اللي في باريس رغم أن الآن راكب ما كان قوله الدفاضيع والفئر كانت تغيرت وفي طبيعة لحال عندنا الحمد لله واحد الشباب واعي ومتقاف وله تطلعات يستحق الدعم لها في كل المجال حفظك الله إلا تكرمتي مرة أخرى أريد نختم بواحد دعوة للأصدقاء لنا التي يتابعونا ويشوفونا خصوصا خصوصا للناس الذين يشتغلوا في مجال الإعلام وما يمكننا أن نحمل الإعلام أكثر مما لا يتحمل ولكن أدعو المسؤولين على قطاع الإعلام يعني أن يغيروا الكاب التوجه عوض تصويب الكاميرا باتجاه أمور لا تستدعي حتى النقاش لأنها من مستوى الأحداث التي ترش في المق لك أن ترش في المقايم المقايم عند تقافات أو في أماكن يعني أصبحت الأنية الموضوع الرئيسي أتمنى أن أرى كمغربي يعني مواضع جدة ومهمة وحقيقية التي ترقبنا لواحد المستوى كمادة أساسية في وسائل الإعلام لا سواء الخاصة أو كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي إذن شكرا جزيلا شكرا منصور لحفيدكم الله كلافك أصدقائي العزة اللي كتعرفوا استوديو إبداع وكتعرفوا السعب لهذه المحقيق وكتعرفون الجميع فمرحبا يعني مرحبا بكم في هذا في هذا استوديو على أساس أنكم تقسموا الأفكار ديركم يعني النيرة اللي خليني نسميها كما كالحال منتجات إعلامية تواصلية لتحقيق هذا الرقي وهذا السمو بيننا جميعا لنرقى للأفضل فما أحوجنا أن نتواصل بشكل جيد السلام عليكم ورحمة الله شكرا